اشتركوا في القناة الاجتماع تم عمله قبل البطولة بعد مشاركة اكتر من 800 لعب ولعبة وده عدد كبير جدا جدا كان لازم يكون فيه تحذيرات علشان تطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية كل المشاركين في هذه البطولة الحياة اللي مصر بتعمله دلوقتي على الصعيد الرياضي من الاستمرار بكل مجهود نقدر نعمله وكمان في محاولات كبيرة للالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية عشان نكون بنستكمل مشوار النشاط الرياضي ومنوقفش العجلة والحياة تستكمل مجهود كبير جدا ومحترم ولكن برضو من المحترم جدا ان احنا نشيد باي اتحاد لما بيلاقي عنده الدنيا اصبح فيها لغبطة وفي حالات كورونا يكون برضو عامل خطة بديلة ازاي هيكون بيسيطر وبيوقف البطولات في التوقيت دوت علشان ما يكونش فيه انتشار وتزايد في الاعداد فايا كان بقى هي الرياضة شوفنا الاتحاد او اللجنة بقى المعناية لإدارة شؤون الاتحاد المصري الكرة الطيرة حصل بعض الحالات وظهورها سواء على مستوى الفرق الاولى او مستوى الناشئين والشباب خلاص تم التعامل مع الامر انها يكون فيه الغاء او تأجيل للمطشاط في التوقيت دوت يعني زي هولد كده للمنافسات دي حاجة مهمة جدا ان زي ما الاتحادات تكون بصة بشكل جيد ازاي هتكون بتطبق كل الاجراءات الاحترازية الممكنة عشان ما يكونش فيه تزايد في اعداد الكورونا ويكونش فيه ظهور لحالات كورونا في البطولات لازم يكون برضو فيه خطة محطوطة ازاي يتم التعامل مع حالات كورونا لو ظهرت بقى داخل البطولة هيكونوا بيعمل ايه واعتقد دي من اهم النقاط اللي اكيد بيتم منقشتها في مثل هذه الاجتماعات نتمنى التوفيق اكيد للتحاد التايكواندو برئاسة الدكتور عمر سليم واحد من الاتحادات المحترمة عندنا لعيبة الحمد لله هيكونوا بيشرفونا في وليمبكس توكيو فبالتوفيق ليهم ونشوف ان شاء الله بطولة مهمة كل اللعيبة متعطشة اكيد للمشاركة في البطولات بعد توقف دم فترات طويلة وحتى مع عودة النشاط لسه الكالندر المحلية بالنسبة لللاعبين مش كافية يعني لسه ما فيهاش بطولات كتيرة تشبع تعطشهم اللي هم حابين يكونوا بيشاركوا اكيد في بطولات كتيرة فان شاء الله نشوف بطولة قوية بطولة الجمهورية للتايكواندو هتكون بتقام خلال الفترة اللي جاية